كمان احنا كمان الفكرة كلها احنا القطاع المصرفي الفترة اللي فاتت شهد مجموعة من الامور والتغيرات اللي كانت بتؤثر على العاملين بشكل كبير إلا جانب طبعا عمليات تحول الرقم كانت بتساعد إلا أننا دلوقتي خلاص أنا مش لازم انت حضرتك كعميل تروح تقف وتعد فلوسك قدام الصراف وتاخد الوقت التايم الكبير ده لا انت هتقف مع الماكنة وتتعامل معاه وتقبل الفلوس وهتدخل في حسابك بشكل مباشر وبالتالي ده هخليك تقدر برضو ما تتوجهش للبنك أول ده طايم عندك مساحة من الوقت طول اليوم تقدر تتعامل مع البنك هو عموما في كل الحالات التعامل الإلكتروني أو التعامل الفلوسي بيخفف يزود القدر على هيشجع كمان العملة أن هما يبتدوا بشكل آخر خلاص أنا هبتدي بقى كده البنك يبتدى يستقبل مني لأ عملة تانية نكتزب عملة تانية نبتدي نزود في شرايح الشمول المال احنا بنتكلم 56% نبتدي نزود النسبة أكتر الناس تبتدي تحاول تتوجه للبنوك تفتح حساباتها وتبتدي تعمل الإدعاة بعد كده من خلال مكانات الصراف الألي هيبقى أسهل بكتير حلوة قوي أنا أنا نفسي أسأل السؤال اللي يخص أو طبعا إحنا فاهمين أن اللوجستيات كانت مزعجة فعشان كده دا مهم